بعد النجاح الباهر الذي حققته الجزائر في تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين لا يزال أعداؤها الحاقتين والمتربصين بها يشنون هجماتهم العقيمة نجاح حفل افتتاح الشان وإشادة العالم به أدخل خادم المخزن المطيع فوز لقجع الإنعاش ولم يجد هذا الأخير أي منفذ لتشويه صورة الجزائر سوى الكلمات البسيطة لحفيد نيسون مونديلا ضيف الجزائر الشرفي في الحفل الباهر الكوف وبالرغم من وشاية المخزن قررت التزام الحياد وعدم الدخول في متاهات وخزع بالات خادم المخزن المطيع الذي اتخذ بالأنس القريب من احتفال شان 2018 بالمغرب عباءة لتمرير عبارة الصحراء مغربية في إحدى أغاني الحفل رغم أن القضية الصحراوية كانت ولا تزال قضية تصفية استعمار ويعترف العدو قبل الصديق على أنها آخر مستعمرة إفريقية المخططات الدنيئة للجامعة المغربية لم تقتصر على شان 2018 فقط بل تعدت ذلك لتصل إلى اعتماد قانون العار في مارس 2021 خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية للكوف لتمرير بعض سياسات المخزن لكن العملية الممنهجة من طرف نظام المخزن لم تتوقف هنا بل تعدته إلى قيام العديد من الشخصيات الرياضية باتخاذ مناصبهم في عديد القنوات الإعلامية العالمية منبرا لتغليط المشاهد العربي على انسحاب المغرب من الشان في وقت قررت فيه اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا للمخليين بإحالة ملف غياب المغرب على الجهات القضائية والتي ستصدر عنها عقوبات متعددة في حق المغرب دون النظر إلى الخزعبلات والمتاهات التي يرسمها لقجع ليكون نجاح الجزائر في تنظيم الشان وتوفير البنى التحتية تحسبا لاستضافة كان 2025 والفوز بتنظيمها آخر مسمار يدق في نعش المخزن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر